اشتركوا في القناة سيبو عزال خلاطي أنتم كرئيس الجامعة المغربية للحماية المستهلك وعضو مجلس المنافسة كيف تتابعون هذا الموجة وظاهرة ارتفاع الأسعار؟ في الحقيقة بأن أي مغربي كيفما كان الموقع دياله أما من خارط جمعية حماية المستهلك أو تاجر أو مقدم خدمات أو موظف سامي فكلهم بأن تتكلموا وكلهم بأن تم إصابتهم بالموجة ارتفاع الأسعار ونحن في إطار الجامعة المغربية حقوق المتهلك سميناها بالتونامي تونامي ارتفاع الأسعار لماذا؟ لأن التونامي بدأ خارج المغرب ولكن من يدخل المغرب كانت هناك ارتفاعات غير كين ما هو مستورد ولكين كين لمحلي فنعطيك على سبيل المثال بأن تنشوفوا بأن أول مبرر لقدمة الحكومة وقدمه الزمقاء الفاعلين الاقتصاديين لإرتفاع الأسعار هو تمان ديالنقل البحري الفريت كانت هناك 400 دولار الكنتونير توصل إلى 3200 دولار الكنتونير ولكن في بداية هذه السنة الكنتونير رجع أقل من ثمان دياله إبلي كان 400 دولار ولا 380 ولا 370 إذن من اللي ارتفع السعر ديال النقل كان هناك تأثير مباشر على القدرة الشرائية بارتفاع الأسعار ولكن دبا مليت من انخفاض دياله ما حسين بيهت اشي حاجة إذن كين خلال كذلك المحروقات المحروقات ملي تكون ارتفاع على الصعيد العالمي بأن تكون تأثير فوري على الصعيد الوطني ولكن ملي تكون انخفاض ما تكونش تكون بجوعة 15 اليوم ولا 20 يوم بعد مرة شهر إذن كين خلال في هذه المعادلة والمعادلة تعقدت كمقيم معادلة ريادية بأن من حد فيها ليزان كوني إكس إغريك الزيد وهي تتصعب في الحل دياله هذه المحروقات سيبو أزا كيفاش انتم تبعتوا في مجلس المنافسة مناقشات ولا مدرسة هذا الموضوع اللي ترى واحد الجدل هو في المجلس المنافسة بأن سيد رئيس هو اللي عنده الحق يهضر على هذا وليس كممثيل المجتمع المدني الذي يعناه بحماية المستهلك كنتم كخابير كيفاش تشوفوا ارتفعة الأسعار ارتفعة الأسعار للمحروقات كل شي عيشها بأن المحروقات بأنها مرتفعة أما الرأي ديال المجلس المنافسة فالرأي الآخر دياله بأنها صدر وعند اقتراحات للحكومة على الحكومة بس تطبق ذلك الشيء يطلب مجلس المنافسة ما بش ما يبقاش عندنا المجاليس كجميع المجاليس الدستورية الأخرى تبقى تطبق على المثال المغربي شورها ومدر شبريها فمجلس المنافسة قام بعمال جيد يحترم وقدم اقتراحات للحكومة على الحكومة على التطبيق ديلها لا يوجد شيء قرار ضد بعض الشركات هذا في الإطار المنازعات بأنها مستار أخرى يدرها مجلس المنافسة وما دخلش في هذه القضية كانت إحالة ديال واحد النقبة وتمتدروا ديال الميل والميل في مازال مفتوح ومازال مفتوح بأن على حسب الصلاحة ديال سيد الرئيس مازال مفتوح وتنتمنوع الله بأن يتفتح وذلك ساعة يتخذ القرار فبالطبع بأن هذه المحروقات غالباً من اللي سنذكره على المحروقات ما يتيتما بلونير دوغار وحنا في الإطار ديال الجامعة المغربية الحقوق المستهلك تنقول بأن لو لا الحكومة سمعت الاقتراحات للجامعة المغربية الحقوق المستهلك بتخفض قيمة ضريبة على القيمة المضافة كنا طلبنا منهم إنقصوها إلا وخمسين في المئة ما سنكونش عشنا هذا الارتفاع ديال الأسعار والغريب في الأمر بأن كان استرح مر بأن تيفيها مع الحكومة ما تهضرش على تيفيها مؤخراً حيدت تيفيها على اللحوم لماذا لا حيدتها على المحروقات؟ هذا هو السؤال اللي يجب طرحه بأن اللحوم تحيدت تيفيها كون حيدناها ولا نقصناها على المحروقات كوراً لا تكونش عندنا هذه الأزمة ليه في الحقيقة هذه الأزمة بيّنت لنا بأنها كان خلال في السوق المغربي ودليعي ذلك وهو بأن مليل الحوالي تشيرهم من براء بثمان ومليتين خاف الثمان ما ليس إلا تأثير على السوق المغربي بعض الزغير بشي عرفوا المتتبعين ديال المواقع اليوم 24 طريقة الطرفة ديالكم لبادل الارتباعات الأسعار المحروقات المواد الغذائية الخوضة الرواكي ما كينش الصوت ديالكم بغير مسموع وانتوما اللي هما مجتمع مدني اللي بوؤدوا دستور واحد المكانة مهمة ديال صناعة القرار العمومي والسياسة العمومية انت تقول يا قلتوا للحكومة كيفاش تتم صلاة بيانات بلاغات احنا مثلا لا مستوى الموقع ما تنتوصلوش بالبلاغات ولا البيانات ديالكم هو المجتمع مدني وخاصة للجامعة مغربي حقق المستهلك فهو مجتمع تطوعي لا علاقتنا مع الحكومة نحن لسنا ضد الحكومة ولا مع الحكومة نحن مع المستهلك الحكومة لأخذتش إجراءات إيجابية لصالح المستهلك نصفقوا عليها خذتش إجراءات سلبية ضد المستهلك غنى الدبياء فهذا واضح التنديد هو بأن الجامعة تعتمد أساساً على الصحفة كيفما كانت باش تتوصل لرسائيل ديالها بأنه لاحظنا بأنه ولو تندروا واحد البلاغ البلاغ تتكون عنده واحد تأثير محدود في الوقت تتطلع البيك دياله ومن بعد تهبط ولكن نحن نبنيه على الاستمرارية ديال كل يوم مع صحفة مع نوع من كلها تنحاولوا باش نوصلوا الرسالة ديالنا والحمد لله عدة اقترحات ديال الجامعة تتخذوا بعيد الاعتبار وتلمسهم في أرض الواقع فمثلاً هذه القادية الوساطة أرى ما شيء الوساطة محرارة أتكلم نحن عن الوساطة أرى أكثر من عشر سنين ونحن نتكلم عن الوساطة وكثر من هذا كان وحد القانون ديال 1932 في المغرب اللي تمنع الموساطة في ميدان البيع وشراء ديال الحيوانات القادرون قلو بأن تقادم ما تسميته ولكن فأنا داك بأنه كانت دار لي مدالك أنه هناك تكون حروب كانت هناك تكون جفاف تحاولوا يقلصوا من المتدخلين باش السعر اللي تيوصل المستهلك يكون مناسب للقدرة الشرائية دياله راه ما تقدرونش تعرفوا بأن مثلاً ماطيشا ولا الرمان ولا أي منتوج في الضيعة راه ما تيفوش خمسة درهم أنا أدقى على سبيل ذكر رمان السنة الماضية ما فاتش درهم وعشرين درهم وخمسين تيوصل بل تيوصل سوق 8 درهم هنا خلال في الكين لماذا؟ لأن السوق الداخلي ومصار ديال المنتوجات خير معروف بأن كين هناك عدة متدخلين لي أولاً ما ليس لهم واحد الموقع الرسمي ما تخلصوش الضريبة أولاً ثانياً ما معروفينش معروفين بالتليفون دجاج مثلاً تيوصل تيليفون تيوصل تيوصل الربعين دوز الكوري الفلاني دوز الكوري الفلاني تيخذ بالتليفون ديال المقرة ما عدوش ما دير شركة ما دير تاشي حاجة وبالتالي هادو تسمهم طوع طفيلي قسارهم من هادا طفيليات لي مع الأسف تينهبوا المنتج وتينهبوا كذلك يجيبوا المستهلك وتيخلقوا أزمة اجتماعية على الصعي الوطني ومؤخراً للاحظتوا بأن بدان فراج في الأسعار لماذا؟ مطيشة بقى بدأت تتعضي نوارة بحرام بدأت تدير نوارة دابا مطيشة والتمن يالها نخافض وستوردنا مطيشة مستوردناش إذن كان هناك الناس اللي كان عندهم الاحتكال وخافوا دبا مع هاد الحملة وبدو تخرجوا بسلعة ديالهم كان حتى تصدير كين كلام على أن تصدير تم تقليص من الأوروبا لا الأوروبا ما يقدروش لا أوروبا ما يقدروش لا أوروبا لا أوروبا ما يقدروش بأن كان هناك التزامات ديال المنتج المغربي مع الزبون دياله الأوروبي لما باع شلو سلعة غادي غادي سلعلي بالتعويضات لوقيتها فاجدرت عقدة مع واحد الزبون في أوروبي باش نبيعلوم مطيشة نحدد معها ثمان نقلوه قدرت معها ثلاثة دراهام مونس ولا يجوش دراهام مونس أنا ديالك لوقيتها كالوفرة والبروجيكسين ديالي بأن العام غادي كون مزيان المنتج غادي كون مزيان وبالتالي أنا كتاجر كفلاح ما عديش معاو حد العقد دياله مدة سنة ولا سنتين وابتالي ولو بأنا مطيشة أنا دبتا غنب حالو خاسر فيها ولكل تزامة ديالي تتلزمني باش نعطيه السلعة بأنا عارف غاديوح الفترة لغنب حالو بتامان أقل ولاجت ندير لبريكوسيون في السنة تلقى رسي ربح ربح لهذا بأنا بعض الناس تتسألوا علاش فاسبانيا ولا سميتوت سعر أقل من المغرب كين حاجة أخرتانية وهو بأن الوقت فسيقع الطلاب على واحد المنتوج المغربي مثلا هاد السنة أوروبا كانت بردة مطيشة ما كانت عندهم الإنتاج ديالها وبالتالي ذاك النقص اللي عندهم الداتي خلصهم يعاوضوه من الغاد يعاوضوه خلصهم يعاوضوه من الدول المنتجة بحل المغرب والتجار ديالنا احنا يا أشتدروا تيشرين من السوق المغربي ما بقاش يكتفي بالضايعة دياله ولا الضايعة اللي دال معهم العقد تيبشي تيدخل تهوتو المنافس للمستهلك المغربي كان كذلك بأن بعض المواد تترجع من أوروبا لماذا ما فيهش الكاليبر ما فيهش هدي إلى خيره كتدخل السوق المغربية ما بقيناش نشوفها في تدفيه كلها تدفيه تدفيه المغرب تدفيه الدول الأفراقية كينتو مكاجمية السوق الداخلي أهم من السوق شو احنا احنا اعطينا المثال مختطة الأخضار كيننا اعطينا المثال ديال عدة الدول مثلا بحل الارجنتين الارجنتين كانت هي أول منتج للحوم في العالم من ليه وصل الكيلو ديالحم داخل داخل البلاد عندهم في مستوى غير مقبول حبسوا تصدير خلاد الحكومة واش حنا الحكومة ديالنا واش قاطرة تحبسوا تصدير هنا هذا السؤال بأن حي القرار احنا مكرهناش بأنها باش المنتوج المغربي ولكن كذلك احنا رمعتناش البترول على ديفيز مني الغنجيبوا على ديفيز اللي تيجي الجل ديالها تيجي من تصدير ديالنا وتيجي من ديد المغاربة خارج الوطن انتم كجمعية تدفع المواطنين لا تدفع المواطنين ولكن فعلا 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 بأن احنا كتأخذ تشوف ماكروسكوبي كما تشوف على صعيد على المغرب كدولة اقتصادية الهدف له لها البرنامجي للجيل الأخضر هو السيادة الغدائية والاقتفاء الداتي من بعد عادي نديره تصدير المغرب الأخضر وليس المخطط الأخضر كان بني على تصدير الأهداف دياله حققها لتصدير أما السيادة الداخلية السيادة الغدائية في الداخل المغرب ما حققهاش لماذا؟ يعني ما تعطيتهاش الأهمية اللي كان خصوية خصوية تمويل السوق الداخلي بالمنتوجات الغدائية الأساسية كالقمح كالدراء كالزيت إلى آخره فكلها الجهود تعطت لإنتاج الفارولة الفريز الفوكال البانان الحمد لله البانان نرهوا احنا را عدنا أرخص سعر على صعيد شمال إفريقيا فبطبع تلقوا كما أصبق قليلا قلتك بأنها معادلة فيها عدة ديالي زنكونية بزافة وصعيب باش تحل ديالها وما كيش واحد اللي عدوا اللعصة ديالتنا موسى باش يحل المشكيل إلا لعدنا النظر في ما يجري في السوق را السوق ما متحكميش فيه ومن حد ما متحكميش في السوق ما زال على ذكر الجمعية وعلى خطاب المواطن الشكايات شح تقريباً من الشكايات تصلوا بها في السنة مثلاً واش عندها علاقة بارتفاع الأسعار ديال بعض المواد ولا هو الشكايات على حسب الجمعيات سنوصلو تقريباً هات السنة وصلنا شي تقريباً سيستالاف شكايات اسكال على الصعيد الوطني الأغلبية ديالها متعلقة بالنقل متعلقة بالنقل للترانسبور بما يتعلق ما يتعلق بالأسعار العدد قليل جداً ضئيل جداً وهذه هي المعضلة وهي بأن نحن المغاربة تنهضروا تكتبوه فيسبوك ولكي بجدل شكاية وتقول بأن هذا كسيد زاد ولا هذا ما كيش مع الأسف شكايات عندنا ضئيلة دئيلة جداً ما تعلقة بالأسعار بالأسعار ولكن نحن بغاربة عارفين السوق ما يقع فيه وبالتالي يومياً تقريباً الأسعار ديال المختلف الأسواق في الصعيد الوطني ترسلوها الجهة اللي عندنا معها شركة مؤخراً الناطق الرسمي باسم الحكومة صرح أن أن الحم ما تتجاوز خمسة وسبعين درهم الشراع هو خمسة وسبعين درهم وتار موجات انتقادات الجانب اللي اللي استغربت له وقتك شراع بخمسة وسبعين درهم وما زالها نصحح إذا شراعها من منش بلصة غير مراقبة من حدو تقول ما زالها نصحح وش هذاك الحملي شراع ما فيش طبع ديال المصالح البيطارية ولا فيه لو كان فيه اسمته الطابعة ديال المصالح البيطارية قد عرفوا بأن الحم سليم ومغادش يدره ولكن نستغرب لماذا قال بأن أنا سليم خمسة وسبعين درهم وأنا مريد إلا لك أن عرف بأن الحملي سليم خمسة وسبعين درهم راه ماشي خادع المراقبة وجاي من الدمحة السرية ولا يجاي من شي حواج أخرى فهنا سؤال بقات النقصة للاستفاهم ليسي بيتها سلخصوا يجوا المواطنين عليها شكرا سيبو عزار شكرا للمشاهدة على هذا اللقاء وأنك جيزي عندنا وأرغم أنك مصاب بعكا دورة الصحية نتمنى لك الشفاء متتبعي موقع اليوم 24 إلى فرصة أخرى في لقاء آخر مع ضيف آخر في موقع اليوم 24 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر